أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند أبرز حاجة دلوقتي على السوشيال ميديا وترند الترند هو آخر الاستعدادات وآخر أخبار فريق النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب التدريب استعداداً للمران الرئيس والأساسي قبل مباراة نهضة تابوركان لذلك أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة النادي الأهلي موجود حالياً مع الفريق في معسكر وبالتأكيد كل التفاصيل والأخبار من خلاله مساء الخير يا كريم أولاً برحب بيك وعايزة تطمن منك على حالة الفريق طبعاً الناس كلها عايزة تطمن على حالة أيمن أشرف علي معلول حمد فتحي بكرة في مؤتمر صحفي في تفاصيل كتير قوي في الثمانية واربعين ساعة اللي جاية فنتطمن منك على آخر الإجراءات وآخر الأخبار قبل المران الرئيس وتحتحركوا خلاص أعتقد خلال عشر دايب يذن الله برحب بيك طبعاً زميل العزيز محمد سعيد كل التحيلي كل كل مشاهدة وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان يمكن النادي الأهلي بنأكد في كل مرة مستمر في استعداداته القوية والمكثفة لي السوبر الأفريقي والأهلي ونادي البركان إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة كل الأجواء وكل الظروف تقوم على النادي الأهلي الحقيقة محمد يمكن تدريب الأمس عايز أتكلم عليه وأبدأ معاك بتدريب كان قوي وفي حماس كبير جداً وفي جدية الحقيقة شفناها ولمسناها في التدريب يعني الجهازية ما بكل لعبة النادي الأهلي كاملة ده أمر بيسعد الجهاز الفني وكمان بينعكس على جمهور النادي الأهلي الغيابات كانت عديدة ويمكن تلاحم كبير الفترة لفاتت فيها المبراط وحالة الإجهات كان لها تأثير على بعض اللاعبين وأيضاً كمان على أداء النادي الأهلي لكن يعني لعبة النادي الأهلي كده بتاخد نفسها شوية طبعاً مع الرحلة للشقة وأول يوم كان تدريب خفيف تدريب الأمس الحقيقة كان جرعة تدريبية كاملة الكل شارك فيه الحقيقة بيتسو مسماني كعادته طبعاً بقراءاته الفنية يمكن مميزة وكل مبرام محمد أنت عارف ليها الظروف وليها استثناءات وليها طريقة لعب وليها أيضاً كمان لعبين الراجل بيحاول بشكل كبير يكون فيه توليفة في المبرام قراءاته طبعاً لفريق نهضة بركان طبعاً أنت عارفها محمد عندهم عناصر مميزة جداً مدير فني على الأعلى مستوى فمحتاجة شغلة وموجود كبير من اللاعبين ومن الجهاز الفني وده الحقيقة اللي بيتطبق فيه التدريب يمكن تدريب الأمس كان كل التدريب كان تاكتك وكل التدريب كان تأسيمة في آخر المران كان فيها تاكتك بشكل كبير جداً شارك بشكل قوي ومميز جداً وعايز أبدأ معاك طبعاً فيه بالنسبة لحالة اللاعبين اللي ممكن ذكرتهم سواء أيمن أشرف حمدي فتحي علي معلول هبدأ معاك بعلي معلول الحقيقة اللي شفناه مبارح بيعلن جهازيته بشكل كامل وبشكل قوي جداً فيه التدريب شارك في التأسيمة كاملة وشارك فيها المران كامل ممكن بنتكلم على التأسيمة والمران اللي تعرفها محمد التأسيمة فيها الشتراكات فيها الشوتينج فيها حاجات كتيرة جداً تقدر تطمنك وتقدر تلمس حالة علي معلول الطبية وليس الفنية علي معلول يتمتع بحالة فنية رائعة جداً لكن فرمة المباريات وأيضاً يعني رجله في الأرض ممكن بقالها فترة بعيدة شوية عن المباريات وعن التدريبات وعن الأمور الخاصة بيها التكلك لكن الحقيقة مبارح شفناه بشكل مميز ورائع جداً فإن شاء الله بإذن الله بنتمنى علي يستمر في أداءه الكبير وتركيزه المميز جداً حتى يوم المباراة حمدي فتح الحقيقة من صنداونزاً محمد يعني كان جاهز لهذه المباراة لكن قلنا أكثر ممرة فيه تأني شوية ممكن الدكتور أحمد أبو عبلا أو طبيب اللي ناديل آله ورئيس الجهاز الطبي أحمد أبو عبلا طمينة هنا في قطرة بعمل أشياء على حمدي فتح طمينة بشكل عام على الإصابة إصابته كانت قوية في القوة نتعرفها محمد لكن الحمد لله شفناه اشتركاته وشفنا التأسيم المباراة اللي بقى كدلك عليها قد قوية جداً حمدي فتح بيعلن جهازته بكل قوة أيضاً كمان سواء بيشارك فيه أيضاً فيه القائمة وأيضاً على دكة البودلاء أيمن أشرف بقى لأكد لك النهاردة هو يكون التدريب الأول ليه هيشارك النهاردة أيمن أشرف في التدريب الجماعي الكادمة القوية الحقيقة كانت لها تأثير شوية على أيمن 48 ساعة اللي فاته الجهاز الطبي بازل معه مجود كبير من بعض طبعاً كرات التلجي طبعاً وبعض الجلسات والحاجات الريكافري الخاصة بيه اللاعبين لكن أيمن أشرف النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع التصرحات الخاصة بالجهاز الطبي يكون متواجد فيه التدريب بكل قوة إن شاء الله يا رب يا رب بس يحافظ على أيمن وعلى اللعيبة كلها اللي رجع من الإصابات لأن محمد الحماس كبير جداً والجدية كبيرة جداً فيها التدريبات واضح الرسالة واضح الأمور كلها لعيبة النادي الآلي هو هدف محمد أنت عارف بطولة السوبر الأفريقي بطولة قررية جديدة يا رب إن شاء الله تدخل دولة ببطولات النادي الآلي وكالعادة إن شاء الله يكون جمهور النادي الآلي هو السعيد في كل البطولات وفي كل المباريات طيب المؤتمر الصحفي والاجتماعي الفني المؤتمر الصحفي غالباً هيكون بكرة طبعاً هل ممكن خلاص يكون يتحدد معاده يا كريم نعرف منك التوقيت اللي هيكون فيه معاد المؤتمر الصحفي البيت سمسيماني والاجتماعي الفني الاجتماعي التقليدي اللي بيتم بالتأكيد فيه تنصيق كل الأمور اللي جستية المتعلقة بوصول الفريقين وطاقم التحكيم والزي الرسمي لأن كمان الزي الرسمي الأهل بيرتات الزي الأساسي الزي الأحمر والفريق نهضة بيركان طبعاً الزي الأساسي بتاعه اللون البرتقالي هل الألوان هتكون متقاربة فيتم التغيير برضو نعرف منك الأمور دي هتبقى فصل أو القول الفصل فيها امتى أو بكرة هتبقى امتى بالضبط يعني غداً يا محمد هيكون يوم داسم شوية بقى بالنسبة طبعاً لي الأخبار والمؤتمرات والأيضاً كمان الاجتماع الفني يعني الاجتماع الفني ان شاء الله صباحاً هيكون عشرة صباحاً بتوقيت الضحى يلي مباشرةً أربعة ونصف عصراً بتوقيت الضحى هو المؤتمر الصحفي بيحضور طبعاً بيتسو مسماني وكابتن فريق النادي الآلي محمد الشناوي لكن النادي الآلي أو بيتسو مسماني والشناوي هيعودوا من جديد لفندو الإقامة للمحاضرة الفنية اللي هيكون ستة مساء على أن يتوجه مرة تانية لعيب النادي الآلي بالجهزة الفني بالكامل إلى ملعب جاسم محمد اللي يستقبل هذه المباراة النقطة طبعاً يا محمد اللي أنت ذكرتها نادي الآلي بيلبس أحمر ويمكن نادي نهض البركان بيلبس الأورنج هذا الأمر ده أكيد هيكون باهتمام كبير جداً في الاجتماع الفني لأن الألوان قريبة شوية بالنسبة للأحمر والأورنج لكن هننتظر غداً يا محمد ممكن ممكن النادي الآلي يرتدي الزي الأزرق وممكن أيضاً نادي ضهد تالبركان يرتدي الزي مخالف لكن هننتظر هذا الأمر بالنسبة لأي الاجتماع الفني لكن إن شاء الله محمد بكرة هو تدريبك يكون قوي جدا أكيد للعيبة النادي الآلي ملعب أكثر من رائع جاسم يا بن محمد يتسعى لـ 15 ألف وملعب مجهز ملعب مكافي يعني الملعب هنا حاجة مميزة ورائعة جدا الملعب دي بتساعد لعيبة النادي الآلي بتفتح نفس لعيب الكرة كده في الأداء وفيها التكتك يا رب إن شاء الله محمد لعبتنا بإذن الله كل الأجواء اللي موجودة وكل التحضيرات اللي ممكن حضرها مجلس الإدارة من البداية وجود طائرة خاصة وتوفير عدد طبعا من الأيام نحن متوجدين بأكثر من خمس أيام 23 بليل أو 24 وصلنا إلى هنا 25 دخلنا الفقاعة مستمرين في التدريبات على ملعب جامعة كطر إن شاء الله كل المجهود اللي بوزل خلال الأيام الماضية وترجم إن شاء الله محمد في تسعين دياب نتمنىها تكون تسعين دياب من نار أمام نهضة بركان ويا رب إن شاء الله يوفق فريق النادي الآلي في مباراة يوم الجمعة بإذن الله طيب برضو في حاجة تانية النهاردة طلعت أكتر من موقع رياضي تكلموا على إن تدريب الأمس شاهد تدريب اللاعبين على رقلات الجزاء الترجحية خاصة المباراة بالتأكيد هي تسعين ديئة بعد نهاية التسعين ديئة سواء تعادل سلبي أو تعادل إيجابي هيكون الاحتكام مباشرة لرقلات الجزاء الترجحية هل بالفعل يفي تدريب على رقلات الجزاء؟ ولا الأمر ده ما كانش موجود في تدريب الأمس؟ يعني أقدر أقولك تدريب الأمس كان في بعض رقلات الترجح طبعا ويمكن النهاردة كمان هيكون العدد بالكامل يعني بيتسو مسماني بيحاول أنه يشرك كل اللاعبين وليس عدد من اللاعبين فقط بيشرك كل اللاعبين في التدريبات سواء أمس واليوم ده أمر مهم لأنك خلاص أنت عندك ظرف المباراة تنتهي لا أقدر الله لو فيه مباراة بالتعادل أو أنك النتيجة انتهت بالتعادل لابد أن أنت تلجأ ليه ضربات الترجحة لكن الترتيب طبعا الخاص بيه الجهاز الفني معروف لدى الجهاز بيه الكامل لكن النهاردة كمان الأمر ده هيكون موجود في نهاية المران مع التأسيمة أيضا كمان اللي بيحاول بشكل كبير جدا بيتسو مسماني أنه يوظف اللاعب بشكل مميز قراءاته إن شاء الله تكون مميزة إدارته خارج الخطوط أيضا تكون مميزة كما إدارته الفنية اللي كانت أكتر من رقعة فيه مباراة سانداونز لكن محمد التشكيل هيكون مختلف أكيد وطريقة اللعبة هيكون مختلفة أن تعرف كل مباراة ليها ظروفها مباراة سانداونز كان لها ظروف خاصة جدا ومباراة نهد بركانة هيكون لها ظروف خاصة وأصعب كمان لأن اللعبة بتتميز بسرعات أيضا كمان حافظين بعض بالعب مع بعض بقالهم فترة طويلة فمحتاج جهد شوية مع لعابة النادي القليل مع الجهاز الفني لكن إن شاء الله بإذن الله محمد متف أن دولاب بطولات النادي القليل بالسوبر الأفريقي موافقين يا كريم وكل التوفيق ليك يا رب إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزالة كل هذه المعلومات والإيضاحات ومش أطول عليك طبعا عشان خلاص الفرع هتحرك إلى التدريب الرئيسي على إحدى الملعب الفرعية بالتأكيد استعدادا لمباراة الأهل ونهضة بركانة